اهتزت منطقة تغيرت بإقرام سيديفني على وقع فضيحة أخلاقية مدوية وذلك بعد انتشار صور حميمية لتلميذ وتلميذة وهما يتبادلين القبل بالقرب من مؤسسات تعليمية بمركز تغيرت على مواقع التواصل الشمعية واستنفرت الأجهزة الأمنية بالمنطقة وكشف مصدر خاص لقناة شفتي في أنه لا حديث بمنطقة تغيرت عن هذه الصور الحميمية التي تظهر فيها تلميذة تبلغ من الوم الخمسة عشرة سنة وهي تتبادل القبل مع زميل لها بمحاذاة سور مؤسسة تعليمية وانتشرت كالنار في الهاشيم بين شباب وأبناء المنطقة عبر تقنية التراصل الفورية الواتساب وكذا عبر الفيسبوك وفور تدولها أملت النياب العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة تسنيت عناصر الدارك الملكية بالمركز الترابي لتغيرت يوم أنزل الحد بفتح تحقيق دقيق حول فحوى صور وظروف انتشارها والغرض من تدولها بهذه الكتافة وتحديد هويتين دين وأداف المصر ذاته أنه تم توقيف المجتبى بهما بعدما جار تحديد هويتينهما واستمعت له معناصر الضابط القضائية حول الصور التي ظهرن فيها بوضع مخل من الحياة ليجري إطلاق صراحة تلميذة في موضع التلميذ تحت سدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النياب العامة